السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله ان اعجبك الفيديو لا تنسى الاعجاب والاشتراك في القناة السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله ما زلنا نتابع تنزيل القرآن الكريم على قلب النبي صلى الله عليه وسلم حسب الأحداث والوقائع بالأمس تحدثنا عن سورة الكافرون حينما جاء كفار قريش يطلبون من النبي صلى الله عليه وسلم أن يعبد آلهتهم سنة على أن يعبدوا إلهه سنة فطلبوا منه المفاوضة فجاءه الجواب الإلهي من فوق سبع سماوات قال له يا محمد قل قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد إلى آخر الصورة لما نزلت هذه الصورة كان هناك المسلمون صاروا صاروا أقوياء وصاركوا فارق قريش وسنضيدهم يقبلون المفاوضة ويقبلون المساومة ويقبلون الحوار من قبل الإسلام كان ضعيف الإسلام كان لم يتبعه إلا العبيد والفقراء والمساقين والمستضعفين من الولدان والنساء لكن الآن بدأ يتقوى فساركوا فارق قريش يطلبون من النبي الكريم المفاوضة فنزلت صورة الكافرون بعدها بأيام معدودات ستنزل صورة الإخلاص وهي التي سوف نتحدث عنها اليوم سورة الإخلاص يقول فيها رب العزة جل جلاله بعد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له قفؤا أحد وسبب النزول هو أن كفار قريش يأسوا يأسوا أن محمدا صلى الله عليه وسلم سوف يتنازل عن دعوته أو يغير من مبادئها تحت غطاء الحوار بين الديانات الحوار بين الثقافات الحوار بين الحضارات فقال لهم نعم لكل حوار لكن في الأمور التي تعتبر من التوابت لا حوار فيها التوابت هي قضايا مسلمة هي اعتقادية قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابد ما أعبد إلى أن قالوا له يا محمد الآن أنصب لنا ربك من هو ربك نريد أن نتعرف عن هذا الإله الذي أنت متشبت به هذا الإله الذي تدافع من أجله هذا الإله الذي لا تقبل معه مساومة ولا تقبل معه مفاوضة فقال له أنسب لنا ربك وكان هناك جماعة من اليهود وجماعة من النصارى وطوائف كبيرة من المشركين وكانوا بعض المجوس كل ينسب إلهه فالمشركون إلههم معروف كانوا يقولون بأن آلهتنا هي أصنام وأوتان وأنداد وملائكة الملائكة هي إنات نسبوها إلى الله وبالنسبة لليهود فكانوا يقولون بأن العزير هو ابن الله أن الخالق يهوه إلههم ولد مولود اسمه العزير وأن النصارى يقولون بأن المسيح هو ابن الله وقالت اليهود عزير بن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بأفوههم يضاهون قول الذين كفروا من قبل ثم فيما بعد جاءت طوائف أخرى من الديانة الصابئية فقالوا نحن إلى هنا الشمس والخمر والكواكب والنجوم وجاءت المجوسية فقالت إلى هنا هو النار هذه النار المحرقة وجاء بعض الملاحدة الذين لا يؤمنون بشيء فقالوا نحن إلى هنا هو المال هو الدرهم وإلى هنا هو الدينار ومنه من قال إلى هنا هو الهوى هو السكر هو العربدة هو لا للقداسة كل بين إلهه والنبي الكريم ينظر إليهم وهم يتهاثتون فقالوا له يا محمد قد سمعت آلهتنا فانسب لنا ربك فجاء الوحي الإلهي من السماء يقول له يا محمد قل قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد هذه الصورة المباركة تسمى إعلان العقيدة عقيدة التوحيد بل عقيدة الأحدية وعقيدة الصمدية كما يفسرها علماء العقيدة الإسلامية فربنا عز وجل لم يتحدث هنا من باب القول وإنما من باب الصدع بما أؤمر قل هو الله أحد الله تعالى واحد أحد فرض صمد كل الناس إلا وسوف كما هلد سوف يموت وكما مات سوف يورت أو يورت كل الناس هكذا لكن الله تعالى لم يلد ولن يموت ولن يورت فهو سبحانه وتعالى أزلي قل هو الله أحد أحد بمعنى أنه متفرد لو قال واحد لقبلت الزيادة لكن لما قال أحد بمعنى أنه أول قبل الوجود آخر بعد الخلود مطلق عن الحدود وهذا الإله لم يلد ولم يولد لأنهم كانوا يدعون بأن الآلهة تتزوج والآلهة لها صاحبة لها إنات لهم زوجات وبالتالي لهم أولاد هكذا الفكر البشري حينما يعتقد بأن هناك آلهة يتحيل وكأن الإله مثل البشر أنه يتزوج وأنه يأكل وأنه يشرب وأنه ينام وأنه يستريح وأنه يفرح بالإنجاب فأبنا عز وجل يريد أن يؤكد لنا بأن الله تعالى ليس كمتره شيء وهو السميع البصير الله سبحانه وتعالى ليس له شبيه ولا يمكن أن تكون له صاحبة أن يكون له ولد لن تكون له صاحبة أبدا وربنا عز وجل لن يلد وغير محتاج لماذا الإنسان يحتاج إلى الأولاد يحتاج إلى الأولاد لأنه يخاف من العجز بعد كبر سنه يريد أن يكون عنده أولاد ذرية ذكور وإنات يساعدونه ويقدمون له يد العون أو أنه يريد أن بقاء النسل البشري لكن الله تعالى محتاج لكي يساعده ولا محتاج إلى النسل لكي يستمر الله هو الخالق المبدع سبحانه وتعالى لذا قال لم يلد ولم يولد لم يكن له والدين ما عنده سبحانه وتعالى أم ولا عنده أب ولا عنده مصدر إيجاد بل هو سبحانه وتعالى مطلق عن الحدود قل هو الله أحد الله الصمد ما معنى الصمد الصمد الصمدية يعني أن الله تعالى غير محتاج لأي مخنوق والآخرون محتاجون إليه الصمد معنى أنه بداته فيه القوة بداته فيه المعرفة المعرفة غير مكتسبة قوته غير مكتسبة الصمد هو القاهر فوق عباده وكل الخلق محتاجين إليه دون أن يحتاج لأحد سبحانه وتعالى الصمدية مقام رفيع من مقامات أسماء الله الحسنى حتى قيل إن أحد الأعراب كان يعبد صنما فكان يقول يا صنم يا صنم يا صنم والصنم لا يجيب فزل لسانه وقال يا صمد فأجابه الله تعالى أي عبد سل تعطى لأنه قال يا صمد اسم الصمد وهو اسم عظيم واسم مبارك قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد يعني أي مخلوق في الوجود لا من الإنس ولا من الجن ولا من غيرهم هو يستطيع أن يقدم خدمة إلى الله أو أنه يعادله في مقامه أو أنه يقاربه في درجته لم يكن له كفؤا أحد ليس له مثيل وليس له شبيه وليس له عدل وليس يحتاج إلى غيره لكي يقدم له أي خدمة فهو غني بذاته عن الخلق هذه الصورة المباركة فيها اسم الجلال كرر مرات قل هو الله اسم الجلال الله قل هو الله أحد الله الصمد لاحظوا بأن صورة الكافرون التي درسناها بالأمس ما فيها اسم الجلال ربنا إذا كان غضبان فإنه في الصورة القرآنية ما يذكر فيها اسم الجلال ويكثير الصور التي فيها العقاب أو التي فيها الرد على المشركين ما يذكر فيها اسم الجلال انظروا قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنت ما فيها اسم الله صورة تبت تبت يدى أبي لهب وتب ما أغنى عنه اقرأوها ما فيها اسم جلال هناك صور ربنا عز وجل يخاطف فيها المشركين والمتعنتين أو أنه يعبر عن غضبه وشدة عقابه لا يذكر اسم الجلال لكن قل هو الله أحد جاء فيها اسم الجلال مكررا مرتين قل هو الله أحد الله الصمد هذه الصورة المباركة فيها عدة مزايا وعدة بركات وعدة فضائل فالناس عادة يحفظونها وتجري على ألسلتهم ولكن عليهم أن يعلموا بأن هذه الصورة لها أسماء كثيرة أول أول معانيها الإخلاص من أسمائها صورة الإخلاص ما من الإخلاص يعني أن من قرأها فإن الله سبحانه وتعالى يعطي صاحبها الإخلاص في قلبه ويخالص لله وفيها معاني التوحيد التلاتة تسمى صورة التوحيد فيها التوحيد الألوهية وتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات وتسمى كذلك صورة الصمد لأن جاءت مختصة بذكر الله وحده الصمدية وتسمى صورة النجاة لأن من قرأها وفهم معانيها واعتقد بها نجته من عذاب يوم القيامة كل من يحفظ هذه الصورة ويعلم معانيها تنجيه من عذاب يوم القيامة وتسمى صورة الولاية لأن الذي يقرأها فإنه يقترب من طريق أولياء الله الصالحين لأن طريق إلى جلال الله وكمال الله وتسمى صورة المعرفة لأن من قرأها عرف ربه من قرأها وفهم معانيها عرف ربه وتسمى صورة الجمال لما قال النبي الكريم إن الله جميل يحب الجمال قالوا ما جمال الله قال الصمد الأحد الذي لم يلد ولم يولد فيالها معاني كثيرة وأسماء متعددة وكلما كترت أسماء الصورة كلما كان مقامها عظيم عند الله تعالى هذه الصورة فيها الفضاء الكثيرة فمن يقرأها يحبه الله يروى أن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم بعت سريجة وكان يأمهم أحد الصحابة وكان إذا صلى بهم يكرر قل هو الله أحد فاستأوا منه فلما عادوا إلى النبي الكريم قال له لماذا تكرر هذه الصورة قل هو الله أحد قال يا رسول الله إني أحبها إني أحبها فقال لهم أخبر صاحبكم إن الله يحبه كما يحبها فمن أراد أن يحبه الله تعالى ما عليه أن يكرر هذه الصورة ويحبها فيحبه الله لأنها خاصة بجلال الله وأسماء الله ونسب الله تعالى نسب الله قل هو الله أحد كما شاء في الحديث لكل له نسبه ونسب الله الله أحد الله الصمد هذه الصورة أيضا جاء في فضلها أنها تعدل ثلث القرآن الكريم من يقرأها حاز أجرى وتواب ثلث القرآن فقد تبت أن أحد الصحابة كان يقرأ هذه الصورة فقاله النبي الكريم صلى الله عليه وسلم لقد لقد حصلت على ثلث القرآن وكان يقول من منكم يريد أن يحصل على الثواب ثلث القرآن قالوا نحن يرسل الله ولكنه شاق أن نقرأ ثلث القرآن في ليلة قال اقرأوا قل هو الله أحد هي ثلث القرآن ومن قرأها ثلاث مرات وكأنما ختم القرآن بكامله ثم في موط آخر كان الصحابة رضي الله عنه متحدثون عن الجنة وعن نعيم الجنة فقال لهم من قرأ سورة قل هو الله أحد بنى الله له قصرا في الجنة ومن قلها عشر مرات بنى الله له عشر قصور في الجنة فقال سيدنا عمر ابن الخطاب رضي الله عنه يا رسول الله إذن نستكثر قال الله أكثر والله أطيب فكلما استطاع الإنسان أن يكثر من قراءة هذه السورة المباركة فإنه يحصل على أجر وثواب عظيم وكبير فكان الصحابة يقرؤونها ذهابا وإيابا يقرؤونها عشر مرات عشرين مرة مئة مرة مئتي مرة لأن كل مرة تعديمت القرآن وكل مرة يبني لك الله بها قصرا في الجنة هذه السورة المباركة جاءت لترد على عقائد الفاسدة التي كانت منتشرة في التاريخ وسوف تبقى منتشرة إلى قيام الساعة أول شيء عقيدة المشركين الذين يعتقدون بأن هذا الوجود تحكمه أصنام وأوثان وآلهة غريبة فذلك جعله الله تعالى باطلة ترد على عن اليهود الذين قالوا وقالت اليهود عزير بن الله يعتقدون بأن بأن الله تعالى هو ابن وهو سيدنا العزير الذي قال فيه ربنا عز وجل أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنا يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله مئة عام ثم بعثه قال كم لبث قال لبث يوما أو بعض يوم قال بل لبث مئة عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشرها ثم نكسوها نحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير تحكي عن قصة العزير العزير ونبي أنبياء الله تعالى وربنا أمته مئة عام ثم أحياه وجاء بمعجزات باهرات وكان حافظا للتوراة بعد أن اندترت فلما رأاه اليهود أعجبوا وقالوا العزير ابن الله فنفى الله تلان يكون له ابن لأن هذا خطاء في العقيدة ترد عن النصارى لما اعتقدوا بأن سيدنا عيسى بن مريم هو من روح الله خلقه الله كما خلق آدم من تراب وخلقه بأم دون أب وقال ما المسيح ابن مريم إلا رسول يأكل طعام ويمشي في الأسواق وأمه صدقة نسبه إلى أمه وقال بأنهم يأكلني الطعام الذي يأكل الطعام لأنه محتاج إلى القوة إلى القوت وإذا أكل الطعام فإن الجسم ينتفع والبقايا تخرج منه وأعزكم الله تخرج كريهة ولا يلق بالإله أن يكون في هذا المقام فربنا عز وجل من حيائه يقول نسبه إلى أمه وأمه صديقة عنده أم والأم يقع لها ما يقع من الحيض ومن النفاس وكما يقع للنساء وربنا أعز وأكرم وكان يقول طعام فهو محتاج لا يمكن ربنا عز وجل وقالوا اتخذ الرحمن ولده قال لهم لقد جئتم شيئا إده تكاذ السماوات والأرض تفطرن من لا تقول بأن الرحمن له ولد الله تعالى أحد أحد فرض صمد هذه الصورة أيها الأحباب الكرام مفتاح لإجابة الدعاء كل من دعا بها استجاب الله دعوته من كان عنده حاجة من الفقر أو من المرض أو من الكرب أو الشدة يدعو بها الله تعالى يعطيه فقد سمع النبي صلى الله عليه وسلم أعرابيا سمعه يقول اللهم إني أدعوك بأنك أنت الله الأحد الفرض الصمد الذي لم يلد ولم يولد هكذا كان يقول في أول كلامه فقال النبي الكريم لقد دعا هذا باسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى فقال أدعو الله بهذه الصورة اللهم إني أعلم أنك أنت الله الأحد الفرض الصمد الذي لم يلد ولم يولد اسم الله الأعظم في هذه الكلمات المباركة ويروى أن من تعثر عليه الزواج ومن تعثر عليه الإنجاب يدعو الله تعالى بهذه السورة يختار الله تعالى أجود من يؤنس وحشته زوج أو زوجة ويعطيه من الدرية ما يشاء يروى أن أحد الصالحين كان أمام الكعبة يقول اللهم يا أحد يا فرض يا صمد يا من لا صاحبة له ولا ولد اعطني صاحبة وولد كان عنده عكسات في الزواج عنده موانع في الإنجاب عنده ضغوطات في الحياة فكان يدعو الله تعالى ويقول اللهم يا أحد يا فرض يا صمد يا من لا صاحبة له ولا ولد اعطني صاحبة وولد ارزقني صاحبة وولد فما هي إلا أيام معدودات حتى ربنا عز وجل قدر له في طريقه امرأة من أهل الجمال والدين والفضل والكرم وبعدها أعطاه الله منها ذرية طيبة فهذه الصورة أيها الأحباب الكرام نقرأها جميعا نرددها جميعا عليكم أن تعلموا بأن عندكم كنز من كنوز الجنة كنز من كنوز الإيمان قل هو الله أحد هي المنجية من عذاب الله يوم القيامة قل هو الله أحد هي تتبت الإخلاصة واليقينة في القلوب عقيدة التوحيد وعقيدة الصمدية إياك أن تخاف إياك أن تجزع إياك أن تضعف وأنت لك رب اسمه الأحد الصمد والصمد القائم بذاته لا يحتاج إلى غيره فعلينا جميعا أن نرددها في كل وقت وحين نكتر منها عشر مرات عشرين مرة مئة مرة وسوف ترون عجائب قدرة الله في الدنيا سترون بأن الله تعالى من يقرأها يعطيه العزة ويعطيه الجلال ويعطيه البركة ويعطيه القبول مع الخلق ويمتعه بالصحة والعافية أما في الآخرة فحدث ولا حرج قصور لا تعد ولا تحصى تجري من تحتها الأنهار ونعيم وإذا رأيت ثم رأيت ملكا عظيما كل هذا يعطى بفضلي قل هو الله أحد اللهم يا رب يا كريم اجعل قلوبنا مملوئة بالإخلاص واجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله محمد رسول الله السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة